السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل أولوية المرصد أم لرصد الفكر والطلاق عليه؟ هل نتكلم أن هناك ترند طالع أن هناك مرصد وصور حيات كويسة جداً فهنا فجوئنا أن هناك بلد من البلاد العربية نحتمل مرصد فأنا كنت أقول أن هذا المرصد ليس من أولويات البلدية لأنه هو هيتكلف نصف مليار دولار وفي مشاكل موجودة في البلد يعني لو في زيادة في الاقتصاد ورفاهية نقدر نحن ندفع الخلوز ذلك يعني ذكرت المعلومات الأساسية الموجودة وعرفت النسب المشروع لكن كان لوجهة نظر أن الأولوية الحاجات التانية فذل رد من حق أن أنا أشعره لأنه هو مكتوب للعامة بابلك بس قلت احتراماً برضو للموضوع الشخصي فلان بيرده على فلان لا الموضوع من مرصد أفكار فهو قال حضرك قريت أهميته قبل ما تهاجم قريت وكتبته ولا بقى أي حاجة متقدمة بتعمل في البد تهاجم وخلاص لا في حاجة كترة جداً بتحصل بكويسة الواحد بيكتب عنها مثلاً المشروع The Line اللي في السعودية كتبت وقلت وفي قصة محاضرة أنه هو فيه مزايا وممكن 5-6 محاضرات اتكلمت على المزايا بتاحته حسب المخططات الأولية اللي ظهرت لكن لما شفنا أنه هو هيتعمل بمكسف بدلاً ما تعمل بشكل لا ده منصرين هم فكرة الأبراج والتطور في البنيان والوجهة تبقى زياز لأنه عكس اللي هو اتقال يعني اللي بيتقال أنه هو كان هيبقى دور واحد وخمس دقيق ماشي ووش محتاج بالعربية فكرة حلوة لكن فقونا أنه هو مصرين على فكرة الضخامة والحاجات دي كلها وده اللي بيمنيز الدول الشمولية والدول الشمولية أسوأ من الدول السلطوية والدول التحكمية لأنها عايزت تدخلة في كل حاجة وتشملت في كل حاجة واللي عايز يستفسر أكثر ممكن أن يقرأ رواية 1984 والأخ الأكبر يراقبك وهكذا في حضرتك تعرف أن الأولويات البلد أكثر من اللي قاعدة فوق ما هي تفكرة من اللي قاعدة فوق ده بش هو لا ده موظف للبلد فده يعني من ضمن الصلاحات المدينة الذكية أن الفوق ما يخدش قرار غير لمسيش للناس فهل حصل أن هو استشار الناس وقال له أه المرسل ده هو الأخضل هل ده فعلا حصل؟ لا حصل خلاص يعني الدول قالت يا أخواننا أو القوية بالنسبة لنا تعليم خلاص يبقى لازم اللي فوق يتاجل تعليم لا إحنا شايفين الأولويات للصحة خلاص اللي فوق يبقى يشمل للصحة وده اللي بيحصل في كل الدول اللي متقدمة واللي عايزة تستقدم كمان؟ اللي قاعدة فوق دوت ما كانش راجل صالح فربنا راح اداله والحاجة دي هدية وقال له دي دي لك أنت اعمل بقى اللي انت عايزه وليس هو ظل الله في الأرض وليس هو ابن الله الأفكار دي احنا تورصناها عن كدواء المصري يعني من زمان فكرة اللي فوق اللي يقول عليه هو اللي صح ولو قال عكسه يبقى أكيد العكس هو اللي صح يعني هل منظور رؤيتك لأمور اللي هي غالباً اخربت بعمل مستوى شخصي او عائلي زي اللي شايف من منظور دولة كاملة بكل مفاهم من الطلبات انا ما قلتش ان كلام صح وما فيش ولا مرة قلت ان كلام صح لكن كلامي اللي انا شايف ان دي اقرب للحقيقة او اقرب للواقع الرؤية الشاملة دي لا يجوز الا لله العلم المطلق لا يجوز الا لله فأنا يعني بكون صادق مع نفسي لما بجوز حاجة حلوة سواء بقى اللي عملها مصر قطر الامارات بقول صح او بقول غلط هتلاقي بحاجة كتيرة قلت ان هنا صح وقلت هنا غلط في كل البلاد هتلاقي اللي اتنين تمام؟ اعتقد انك تطعت في حكم بغير التفكير اعمق او ممكن كره للنظام معين ان هو محرق لا مفيش حاجة ماهو كره للنظام معين ده سخافة بيش بيش اقزع الكلامه الحدي هو دي اقرب للنظام معين لا احنا اي نظام يجب ان يتعاون معين اول ما بيقى خطوة حلوة تقوله اه خطوة حلوة وتشتغل معين خط خطوة سيئة بتقول خطوة سيئة وتشتغل معها على الحاجة اللي صح وده يعني في انظمة كتيرة جدا يتعاوننا معاهم رغم ثلاثنا تشامل معاهم لكن هي الهدف الفقراء مدام مشروع هيتعمل للفقراء ومشروع هيتعمل لكذا فاكتر من دولة طلب ومساعدة وتعاوننا معاهم بكل الاريحية رغم ان ممكن تكون انت موافق على اللي هم بيعملوه لكن هو بيقولك انا هعمل ملاجئ او هعمل بيوت للناس الفقراء او 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 فاستعاين تقوله لا ده انا مختلف معاك سياسيا انت بوري سياسي لا ده انا مختلف معاك اقتصاديا لا انا مختلف معاك دينيا ايا يكون انت الراجل عامل مشروع لخدمة الفقراء وخدمة الناس اللي مش لايه ملاجئ فمتعاش تفكر الناس قاعدة في البرد وانت تقول لا ده احنا مختلفين لا ده فيه رأيه تاني لا لا لازم تنفتل عام معاك لان الراجل عامل باولوية اللي البلد محتاجه وبظرف حريك لازم يكون عندنا امكانية للنقط ان انا شايف ان فيه حال غلط ممسكتش كسرتها معاك ممسكتش الفاس وراحت كسرت المرصده اللي بتعامل بس بنمتذكر ان كل ما حاجة تحسين لك ايه؟ والله لو انت بدل ما تحج كنت حاطيت الفلوس دي للناس الفقراء كان احسن طب الناس الفقراء دي مسؤولية الدولة نفسها الدولة مسؤولة عن كل الناس بجوة في البلد يعني مش محتاجة ان انا اقول البلد مسؤولة عن ناس اللي زاكنة في البلد يعني نفسها يعني مش محتاجة ان الواحد يفسر فلما المسؤول بتدع البلد يقول لك لا ده انا عايز اعمل كذا عشان ياخد لقطة او عشان ياخد شوق او عشان يعمل كذا وخليني يضرب لك مثال عملي عشان يبقى كلامنا منطقي وعلمي ونحاول ان هو يكون مقترب تمام؟ قدر الامكان من دم اسباب سكوت الاتحاد السوفيتي اللي هي الدولة الروسية من دم اسباب سكوتها انها اهتمت بنفس الفكرة اهتمت بالفضاء ما هي خرفت مليارات على غزو الفضاء تمام؟ وعملت نهضها علمية رهبة جدا وخلت امريكا تبقى محروجة ما عندهاش حاجة خالص امريكا ساعتها عملت ايه؟ بص بقى الفرق بين ان الدولة اللي عايزة تتقدم والدولة اللي عايزة صورتها تكون ما تقدمها في فرق جرد بين دم بل اتنين امريكا راحت تقالت ايه؟ ازاي هما طلب الفضاء ونحنش عارفين؟ ازاي هما عندهم التقابض من العلم الرهيب دوت؟ فرحوا جابوا خبراء للتعليم يعني ده موضوع تعليم يجيب خبراء للتعليم ما نجيبش فنانين ونسألهم يعني ما احترامنا لجميع بس ما نفعش يجب ممثل ويجب بتاع كورة ويسألوا في اموره مش اختصاصه ده انا كده باهينه مش بقول نوع كويس زي كده باهينه واني مش تخصصه تمام؟ وقال لهم والله احنا عندنا مشكلة ان دول طلعوا القضاء واحنا عادئين فاضيين فعملوا كتاب امتهم في خطر وبقالوا ان المشكلة ان احنا عندنا الرياضيات هم تعفق شوية فلازم نحن نهتم بها في النظام التعليم كله وفعلا عملوا كده وقدروا ان اول انسان ينزل الامر كان تبع الامريكا لما الموضوع ده وصل لحد اظن انيس منصور فاتكلم مع حسن مبارك وقال له والله ده في امريكا عمل الكتاب كذا فرح نده بقى الناس المتخاصين اظهر مثل ان سوما الباز ورح اقال له احنا عايزين نعمل برضو نفس التقرب فعملوا كتاب جميل جدا امتهم لها مستقبل فيه ناس بتقول احنا هنشوف المشكلة ونبدأ ان ننقشها عشان نصل لحال وفيه ناس لأ ازاي ما ينفعش تقول فيه مشكلة انت كده بتكره البلد انت كده بتحكم البلد انت كده انت مول من برا يا اخوان نا فيه مشكلة احنا لازم نحلها عندنا مشكلة فيه السياحة السياح اللي بيجو لابو الهول اقل مليون مرة من اللي بيروح لتمثال لابو الهول المقلد الصغير اللي مفرغ من دوه اللي موجود في الصين او في الامارات او في امريكا او 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 فلازم فيه وقفة فيه فيه مشكلة فيه عندنا مشكلة لازم نواجهها فيه واحد عيان بس لا عيب ان انت تقول عيان كده انت مش مؤدد ما تقولش كده انت كده بتهاجم الراجل دوت وبتقول ان هو وحش لا الراجل حلو وسليم زي الفل خلاص يا اخوان الراجل سليم وحلو زي الفل انا العيان يا اخوان احنا لازم نعترف بالمرض عشان واحد عنده كورونا ان بيتلاقي موضوع اه لا اه ازاي تقول عني كده اخوان او عنده كورونا ولازم يتحجل ولازم يتملع لازم نواجه المشكلة عشان نعرف نحلها لازم اول حاجة نعترف فيه مشكلة عشان نخص حلها